مرحبا بكم مشاهدينا النهاردة حلقتنا بعنوان إسلام علماء غربيون بين الحقيقة وخيال المسلمون في الحلقة دي حنقش ظاهرة ادعاء المسلمين إنه في علماء مشاهير حول العالم كله من الغرب يؤمنوا بالإسلام من خلال الإعجاز العلمي في القرآن بالتحديد وإنه قد كده هم اكتشفوا إنه القرآن العلماء اللي بيتكلموا عنهم دول إنه القرآن فيه حاجات يعني لم تذكر من قبل من 14 قرن خلينا نشوف مع بعض هل دي حقيقة أم هي فبركة للكتير من القصص زي ما هي العادة هناك دائما في القصص الإسلامي دائما تلاقي إنه فيه تطخيم للأمور وتعظيم للشخصيات وتكبير الحقيقة يعني كنت مبنح بفكر في زرقاء اليمامة مثلا فهو أنا صغيرة كنت أسمع قصة زرقاء اليمامة ويقولك كانت تشوف مش عارف إيه وخمسة ميل والسفينة وهي لسه في البحر اللي هناك قوي دا بعيد خالص يعني تشوفها وتشوف مين اللي عليها وتقولهم العلم يعني كان فيه تطخيم وقصص خيالية كتيرة تدخل فيه تعظيم الشخصيات أو المواقف كما حدث مع محمد نفسه والكثير من الصحابة واللي تبعوه بعد كده حتى في البطولات الإسلامية قد كده فيها تفخيم وتكبير ويقولك مش عارفة بضربة واحدة قتل ميت واحد ويعني قصص خيالية أسطورية تطبق بقى في العصر الحديث بطريقة مختلفة عايزين ننسبها بقى للإعجاز العلمي في القرآن ليه؟ لأنه العلم تطور والناس اكتشفت أنه ما يذكر في القرآن على أنه إعجاز علمي ما هوش إعجاز علمي وأنه مثلاً الأرض بتلف مش ثابتة وأنه يعني موضوع الجنين وأنه الجنين العضم بيجي الأول وبعدين بيكسي العضم باللحم وكسونا العضام لحماً ثم كسونا العضام يعني كل ده العلم الحديث النهار ده بقى يشوف جوه البطن فبيشوف تطور الجنين إزاي فعملنا حلقات عليها في الموضوع ده عدة حلقات كثيرة ولكن خلينا نركز في الطرق التعبير عن أنه الإعجاز العلمي أو محاولة إثبات أنه هناك إعجاز علمي في القرآن وكأنه القرآن ده نازل كتاب يعني أحياء مثلاً فعايزي أقولك أنه فيه إعجاز علمي في القرآن وأنه كان فيه معجزات وشق الأمر والكلام ده كله ويقول أنه النهار ده فيه علماء اكتشفوا مثلاً أن الأمر مشقوق وده كان لما شقه محمد يعني خرافات كثيرة من هذا النوع النهار ده أنا عايزة بس أركز على ادعاء أنه هناك علماء أسلموا علشان خاطر أنهم اكتشفوا هذا الإعجاز العلمي خلينا نشوف هل دي حقيقة ولا فابركة للقصص زي ما هي يعني زي ما تقودنا خلينا أقول أنه عندي نظريتين فيه طريقتين من اللي أنا شفته وسمعته في يعني الكثير من الفيديوهات أولاً الافتراض الأول أنه أنا هفترد أنه فيه نوع من عدم الأمانة في البحث وأنه اللي بيقدم الفيديوهات دي وبيعمل المقابلات دي أو بيقطع من الفيديوهات الموجودة على الإنترنت هو ميصدق قصة في دماغه وبيكرر القصة مع إضافات من غير بحث دقيق عن إذا كان ده حقيقة ولا مش حقيقة فتبقى زي بالضبط الفكرة الإسلامية أنت بتتسلم قصة فتروح مسلمها للي بعدك وتبقى زي لعبة التليفون كده فيها زيادات فيها فابركات فيها تفخيمات وهكذا والنوع الثاني بقى اللي برضو هنشوفه النهاردة هو كذب بقى هو كذب وش يعني وتأليف وتقية ليه بقى؟ علشان يعزوا الإسلام حتى ولو بالكده هو مصدق أنه الإسلام فيه أعجاز علمي لكن إحنا بنقوله لا مفيش أعجاز علمي وأدي ده كذا وده كذا والآيات دي ما بتتكلمش على كده وهكذا فبيحاول يحارب من ناحية التانية فيجزب لأنه يعني إذا كانت الكذبة هتفيد الإسلام فتبقى كذبة حلال مش كده مش هيدي التقية إحنا عارفين ده فيه أشخاص بيعملوا كده وهم عارفين أن الحاجات اللي بيقدموها مش حقيقية أقدر أقول مثلا أنه بعض الفيديوهات اللي بتقدم من الناس اللي بيعملوا انتريفيوهات مع ناس قبلوا الإسلام مثلا فيقولك أنه دول حصلت معهم معجزات زي واحدة النهاردة لو لحقنا هقدم لكم قصتها هي بتتكلم عن أنه هي حصل معها معجزة بس هي بتقولش كده لكن هم بيدخموها على هذا الأساس ففيه أنواع من التلاعب بالقصص اللي بتقدم مع أنه الحقيقة غير كده ومع أنه لو يعني بعض الناس اللي هنشوفهم النهاردة لو سابوا الرجل يتكلم ويقولوا اللي هو عايزه يعني ممكن يستفيدوا أكتر حتى ولو هو كان غلطان خلينا نبص ليه المسلمين أو في الفكر الإستامي ليه بيعملوا كده لأنه في الأصول الإسلامية بنلاقي أنه من البداية ومحمد كان دائما ينظر إلى علية القوم عايز يشوف الناس الأعلى مقاماً واللي لهم سلطان ليه؟ علشان يعطوه مكانة علشان يعز الإسلام علشان يسبتوا الدين اللي هو جاي بيه في هذا الوقت كان محمد محاط بناس عندهم رسائل بيدعوا أنها من الله برضو مش هو ما كانش لوحده كلمنا أنه كان فيه أنبياء أو ناس بيدعوا النبوة في هذا الوقت وكان عندهم رسائل برضو في هذا الوقت فهو كان عايز يعني يعلى بالفكرة الإسلامية فلازم يحط هدفه على الناس اللي تقدر تساعدوا إذا كانت بالمال زي خديجة أو المفروض يعني عزماء القوم اللي كانوا موجودين في هذا الوقت المفروض يساعدوا بالمال أو بالمكانة أو بالحرب من أجل الرسالة بتاعته أو تعديده حمايته وحماية المسلمين فلقينا أنه فيه أمثلة كتيرة يعني فاكريني لما كان يقول ياللهم عايز الإسلام بأحد العمرين مش كده؟ عايز حد عنده قوة وسلطان علشان يعينه على نشر الرسالة ويحميه والحاجة التانية بقى أنه فيه تشريع في الإسلام للتعامل مع الناس اللي بيتقال عنهم المؤلفة قلوبهم المؤلفة قلوبهم دول ناس غير مؤمنين حقيقة بالإسلام زي أبو سوفيان كده ولكنه يدفع لي علشان يكون حامي للإسلام والمسلمين في الوقت ده دول ناس تعريف كده بتاعهم أنهما دول ناس بيشتروا بالمال وبيدخلوا الإسلام كذب المؤلفة قلوبهم مصطلح إسلامي دخلوا الإسلام من غير أنه ما يكون فيه إيمان حقيقي في نفسهم بهذا الدين لكن يعني استغلوا مكانتهم الاجتماعية أنهم يكونوا في أمان ويدفع لهم زي سوفيان بن حرب وزي يعلي بن أمية والنبي كان بيدلهم نصيب من الزكاة من الزكاة يعني مش مثلا يحربوا فيديهم نصيب من الحرب فقط ولكن لأ أسفل لهم نصيب من الزكاة زكاة ما للمسلمين اللي بيدفعها الفقير واللي بيدفعها الغني دول كانوا بياخدوا منها عشان هم ليهم مكانة في المجتمع فمش من الغريب النهاردة أنك تلاقي أنه فيه علماء مثلا لما يروحوا كانوا السعودية دكاترة مثلا باحثين علماء في مجالات مختلفة فدائما ما تجد أنه يعرض عليهم الإسلام ويدفع لهم فلوس كتيرة علشان يبقى فيه إغراء لأنهم يدخلوا الإسلام فيتعم الفيديو بقى وحملات على اليوتيوب كده والقنوات الإسلامية تتكلم على الناس دول اللي أسلموا من الغرب النهاردة حنركز على العلماء بالذات من الناس دي لأن المسلمين بيتباهوا بالموضوع ده فخليني أبتدي معاكم بواحد اسمه كيث مور كيث مور ده عالم إمبريولوجي إسمه عالم الأجنة وهو كندي وقيل أنه هو أسلم يعني دي النهائي الخلاصة أنه أسلم بسبب الآيات القرآنية اللي عن في موضوع الأجنة أجنة وأنه قال أنه ده حاجة يعني ما حصلتش أنه من 14 قرن يكون في علم بهذا الشكل وهذا لا يعني أنه كان مقتنع أنه ده كان يعني ترتيب حقيقي لتطور الجنين ولكن هو شاف أنه فيه تفصيل في الموضوع فاتكلم فيه الراجل ده حضر مؤتمرات وراح راح السعودية راح مصر زار دول عربية كتيرة فواضح أنه كان فيه ليه تعاملات بيزنس مالية وحاجات زي كده مع الناس اللي كان بيزورهم في في العرب خلينا نشوف الحديث عنه في يوتيوب خاص معموله ومن ضمن هذا يعني المصار الفيديو طويل قوي فانعايز أقول لك بس الخلاصة بتاعته أنه بيقولوا أنه حضر مؤتمر في روسيا اسمه المؤتمر العالمي للإعجاز العلمي فالإعجاز العلمي ده لما يكون مؤتمر علمي ما فيش حاجة اسمها الإعجاز العلمي العلم ما بيتقلش عليه في المؤتمرات العامة العالمية الإعجاز العلمي إلا إذا كان في حاجة من منظور الإسلام في الموضوع أوكي فخلينا نشوف الفيديو اللي جاي ده والتعليق على كيث مور كيث مور عن مراحل تكون الجنين البشري وتطوره في الرحم فأراد التأكد من صحة ذلك ولكن بعد قراءته للقرآن الكريم وجد أسرار خطيرة وعجيبة جعلته يعتنق الإسلام ولإسمه المرموق هذا وخبرته الواسعة في علم الجيولوجيا والتشريح دعي لحضور المؤتمر الدولي للإعجاز العلمي السابع سنة 1982 الذي عقد في موسكو حيث شهد هذا المؤتمر حضور أبرز علماء التشريح والأطباء على مستوى العالم سواء العلماء الغرب منهم أو المسلمين طبعا المشاهد اللي انتوا شايفينها دي ده مش المؤتمر أنا دورت على المؤتمر بالصورة المؤتمر العلمي المش عارف إيه و1980 ممكن ألعبه لكم تاني عشان تشوفوا إزاي يعني أنا أسفى ساري شوفوا المشاهد اللي انتوا حتشوفوها دي ده ملوش علاقة بالمؤتمر ده خالص ده المؤتمر المشهد ده كان من مؤتمر حضر وكيث مور فعلا في القاهرة مش بتاع روسيا اكي وبعدين هو هنا في أول الفيديو خلي بالكو البداية ازاي أكبر وأشهر واحد وحصل على جوائز كده وبعدين التضخيم بقى والساسبينس بقى يعني يروح وقد اكتشف أن في القرآن أسرار خطيرة إيه الأسرار الخطيرة بقى اللي في القرآن اللي اكتشفها الرجل ده ده كان عمل ده كان ده حقيقة كان عمل بقى كتب في الأسرار الخطيرة دي ولكن هو ملوش غير كتاب واحد عن العلم الأجنة أو التطور الأجنة ويقولك المؤتمر العالمي لإعجاز العلمي السابع في روسيا عام ألف مش عارف إيه حاجة وتمانين ألف تسعمائة اتنين وتمانين ما فيه ما لقيتش ما فيش حاجة اسمها كده كتبته عربي وانجليزي اللي لقيه يبعته لي والصور والمشاهد اللي شفتوها دي ده واضح جدا أنه كان مؤتمر من المؤتمرات الإسلامية يعني حتى البانل اللي موجودة دقون وحاجات زي كده ما هواش نفس المؤتمر اللي بيتكلموا عنه وطبعا كل الفيديوهات دي بتبقى معمولة بحاجات مقطعة من اليوتيوب المهم بقى نشوف الفيديو اللي بعد كده التطور بقى اللي حصل في المؤتمر ده المؤتمر ده واضح أنه كان مؤتمر صادم جدا لكل العلماء اللي جايين من الغرب أنا معرفش الدور الناس اللي جايين من الدول الإسلامية إيه يعني هما كانوا غالبا كانوا جايبين فقهاء يعودوا مع علماء ده لو كان ده حقيقي يعني إنو لو كان المؤتمر فيه ناس بيتكلموا على الإعجاز العلمي بهذا الشكل يعني عموما لما بيكون فيه مؤتمر دولي عالمي بتلاقي يعني ايه واحد اتنين من تلات اربعة من الشرق والباقي كلهم من الغرب يعني ما عندناش ناس فزة قوي كده في علم الأجنة والحاجات دي فاللي موجودين غالبا يعني مثلا يكون واحد دكتور عمل رسالة في علم الأجنة بناء على الإعجاز العلمي للقرآن وهتلاقي مأسلمها ومقرئنها وحاطت يعني حاجات لا تصلح إنها تكون علمية أصلا فأنا مش عارفة اللي انتم تسمعوا بقى في الفيديو اللي جاي ده يعني معجزة بقى حصلت والمؤتمر اتقلب من مكان مؤتمر علمي إلى بقى مؤتمر إسلامي خلينا نشوف الفيديو اللي جاي وأثناء استعراض بعض العلماء المسلمين للآيات الكونية وبالتحديد قوله تعالى يدبر لمر من السماء فوقف أستاذ في الفيزياء مصدوما لما شاهد وهو عضو في الأكاديمية الروسية ويقول مندهشا لقد كنت أظن قبل هذا المؤتمر بأني من أبرز علماء الفيزياء وفي علم الضوء بالذات فإذا أتفاجأ بعلم فوق علمي بكثير ولا أستطيع أن أعتذر عن تقصيري في معرفة هذا العلم إلا أن أعلن أمامكم جميعا أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأنا مش عارفة يعني ألف مبروك الحقيقة أنا عايز سأل سؤال هو الراجل ده أولا اسمه إيه هو مين بيبيع إيه يعالم في إيه بالظبط محدش عارف وإيه الاكتشاف اللي هو اكتشفه في وسط الفيديو بيقول أنه اكتشف أنه القرآن بيقول أنه السرعة الدق ضعف حتى اللي هم اكتشفوه ما عرفش هو حسبها إزاي وجابها منين والقاية ما فيهاش الكلام ده خالص أنا مش هنائش للقاية القرآنية لكن هنائش بس بالعقل كده واحد عالم غربي بيحضر مؤتمر فيقف يقول إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عرفتها منين وقالها إزاي قال مدمدم ولا قال بورلوم زي ما بيقفوا يقولوا للناس قول ورايا ويقولوا أي كلام يعني إذا كان اللي بيتكلم مجنون فالمستمع عائل يعني يعني كده إزفاجأة اكتشف أنه فيه حاجة هل فيه عالم فيه عالم بمعنى عالم بياخد الكلام كده ولا بيروح يبحثوا ويعمل يعني أبحث مكسفة ويكتب فيها رسائل قبل ما يطلع نتيجة للناس يعني الكلام ده يحصل في أما نكون بنتكلم مثلا على بطل من أبطال الإسلام اللي قام قدت للناس كلهم وانتصر وحده على جيش من 1500 شخص الخرافات دي لكن مفيش عالم هيتكلم كده ماشي نفوتها دي نشوف الفيديو اللي بعده نفس المؤتمر واستمر العلماء المسلمين في سرد آيات عجيبة أخرى لازم يقولوا آيات تاني تتحدث عن مراحل تكوين الجنين بشكل دقيق سمع البروفيسور الكندي كيثمور هذه الآيات البينات التي جعلته مصدوما لأنه لم يتخيل أن يصادف في يوم من الأيام كتابا قديما مر عليه الكثير من الزمن يتحدث عن مراحل تكوين الجنين وتطوره في الرحم بهذه الدقة البالغة لكن الشيء الذي جاء به القرآن كان شاملا وكاملا قبل ظهور التكنولوجيا أو العلم الحديث بعدها بقليل ووسط كل هذه الدهشة تحول المؤتمر إلى مشهد إنساني مؤثر عندما وقف أحد العلماء الروس ليشهر إسلامه تأثرا بالآيات القرآنية ثم تابعه بعد ذلك أربعة من المترجمين حصل بقى حالة من حلول روح محمد على الناس اللي نكفة كله بقى يسلم بقى كله بقى وقف يسلم أولا برضو الصور اللي شفتوها دي ده حاجة يعني مجتمع اجتماع بتاع دول إسلامية مرة في حتة أو حاجة زي كده لو دققت في الفيديو حتلاقي بعض الوجوه المعروفة فملوش أي علاقة بالمؤتمر زي ما قلنا بيقولك إنه مش بس بقى الرجل اللي ما نعرفوش بقى ده لأ كمان واحد روسي قام برضو أسلم علشان خاطر يعني بوهر بموضوع تطور الجنين يعني كيث مور لو كان قال إنه تطور الجريم الجنين بهذا الشكل فعلا اللي بتكلم عنه اللي بتكلم عنه القرآن إنه كسونا العظام اللحمن ويقولك مفيش حاجة اسمها كده ومحدش قبل كده قال كلام ده وإنه فهو ممكن يكون كان بيتكلم على إنه أنا شفته فيه وصف للجنين لكنه غير دقيق لا يمكن كان يقول إن ده دقيق ولكن فيه نوع من المعرفة أوكي؟ لكن مفيش حد يجهل إن الكتاب المقدس تكلم على نفس الموضوع ده اللي هو يعني سرق من العهد القديم ولكن سرقوب الترتيب الغلط لأن اللي موجود فيه العهد القديم يعني هو أصلح ومقبول علمياً الآن بشكل مختلف وعلى فكرة إحنا ما بنشجعش أبداً إحنا ننظر الكتاب المقدس على إنه حاجة علمية ولا إننا ناخد منه نظريات علمية لأنه كتاب روحي لكن المتكلمين بروح الله فيه ممكن يقولوا حاجات تتصق مع العلم طبعاً بأشكال كثيرة جداً لكن عندما نحارب بقى في الإسلام على إنه ده علمه ده مش عارف إيه ولم يسبقه بتاع وبعلينا يقولك بإيه إن الرجل أسلم هو الرجل أسلم خلينا نشوف الفيديو اللي بعد كده هل بقى أسلم ولا ما أسلمش أريد ومصر طبعاً ده بعد المؤتمر ده بسنتين على أعتبار إنه كان في سنة 82 بيقول أنت سألتك السؤال ده مدمر أنا حدي نفس الإجابة للتفس سعودية في كندا في كل مكان بروح أنا أتربيت في عيلة مسيحية وأبويا قص وعلمني أني أحترم جميع الأديان أتربيت في عيلة مسيحية أتربيت في عيلة مسيحية أنا مش شايف أن أنا مهم بالنسبة لي أن أنا أكون مستمع عشان أعبد الله أنا بعبد الله بطريقتي وبيقول إنه هو مسيحي قال إنه هو مسيحي أدي كيث مور اللي قلته بقى وإنه أسلم وإنه مش عارف إيه والكلام ده كل ويقولك في أول فيديو يقول وقد أسلم بسبب ده وبعدين تاني يقولك لأ أصلا هو قال أنا مقدرش رسم دلوقتي علشان عندي ظروف خاصة في واحد في سنه ده يقولك عندي ظروف خاصة لا مفيش الكلام ده في الغرب عندي ظروف خاصة أو مش ظروف خاصة لو مؤمن هيقولك أنا مؤمن لكن هو قال الحقيقة أورا أنا مليش دعوه بظروف الرجل ده إيه هو في صفرياته وكان بيعتمد على إنه الناس دي بتدي له مكانة بتدي له فلوس هو مقتنع باللي بيقوله ولا مش مقتنع بيقوله مش قصتي أنا قصتي تعامل بقى المسلمين مع محاولة إدفاء القدسية على القرآن عن طريق بشر بص الكيث مور على إنه أحد العلماء المهمين في موضوع تطور الأجن في هذا الوقت جي بعده كتير من العلماء اللي غلطوه في الحاجات اللي بيقولها وهكذا هو العلم كل يوم بتكتشف فيه حاجة جديدة أنا لم أقرأ كتابه ومش متأكدة إذا كان أكد الكلام اللي بيقوله المسلمين ولا لأ ولكن نعلم اليوم إنه العلماء الأجنة بيقولوا إنه الوصف الإسلامي لموضوع الجنين خطأ خلينا نشوف نمرة واحد إذاك تعرف الراجل ده لم يسلم ولي بيعملوا الفيديوهات يقولوا كده دول بيكذبوا زيه زي العديد بقى من العلماء بقى وحط اسم ياباني حط اسم صيني حط اسم جريجي مفيش إثبات بل بالعكس في معظم الأحيان حتلاقي نفي لهذه الإدعاءات اسمع الفيديو اللي بعد كده بيكلم على كتاب الجمين البشري اللي هو بتعكيث مور وبشارة بيقول انه يكسو لحب العضاء هل كيتمو كان موضع هو علم أجنة وده مجاله فقال له أيوة كان موضع فقال له وطب انت شعر رفق وانت علم أجنة قال له أيوة فقال له ده خطأ لانه أولا انه الترتيب ما بيبقاش كده وبيشرح له الترتيب ازاي مفيش حاجة اسمها انه العضمي الأول وبعدين ييجي اللحم كله بيتعامل في نفس الوقت فالتاني أحرج بقى فعايز يعني يقوله بقى طب يبقى القرآن صح معشان كلمة يومة دي تعني انه الأمور تحدث في نفس الوقت شوف الكدب بقى شوف الكدب هي ثم تعني الأمور تحدث في نفس الوقت لا يعني معلش ده واحد أحرج كان بيتكلم مع واحد في الشارع بيوعزوا عن الإسلام فطلع عالم أجنة عشان ربنا يدينا إجابة وبعدين قال له أنا معرفش إذا كان كيف مور أمور قال كده ولا لأ ولكن الحقيقة كذا روحوا بقى زي الفيديوهات اللي كانت طلعة من يمكن عشرين سنة ولا حاجة زي كده الناس اللي بتقولك لا أنا لا أؤمن بالعلم أنا أؤمن بما قالوا القرآن إن الشمس تغرب في عين حما آه تغرب في عين حما طب لقيل العين ينو وريني فين العين مفيش لأنه هكذا قال إله القرآن وأنت تتبع المضل فبصلي إن ربنا يفتح عينينا أنت مش محتاج إنه يكون في عالم بالإيمان كده يعني في المسيحية إحنا لا نبحث عن علماء يثبتوا صحة الكتاب المقدس يعني أي من الاكتشافات مثلا اللي في البحر الأحمر اللي ورّت إنه في مركبات الفرعنة كانت موجودة في الحتة اللي تشقي فيها البحر والكلام من ده فيه إثبتات علمية وحديثة واكتشافات وكده بتوري إنه في حاجات تطلاقة مع الكتاب المقدس ولكن مش هو ده اللي يثبت اللي يثبت إن الكتاب المقدس هو روح وحياة للإنسان هو شيء يغيرني من الداخل يربطني من الله بالله حقيقة يعلمني ويقومني ويغيرني ويدربني إلى معرفة الله الحقيقي مش علشان أنا أثبت صحة الكتاب لازم يكون في حاجة علمية صح لا ولا عالم يقول لي إن الكتاب ده صح ولكن نعرف بروح الله عندنا إثبتات آه عندنا إثبتات بس مش ده اللي بنرتكز عليه نحن نرتكز على عمل الله في حياتك أنت كإنسان ربنا بيغيرك إزاي كي والكتاب المقدس منزل بداية هو كده ربنا عايز يغير طبيعة الإنسان لطبيعته بس كي طيب خلينا نشوف بعد كده الفيديو اللي بعد كده ده يعني أو قبل ما أوريكوا الفيديو ده عايز أقول إنه مش بس العلماء هم دايما بيلجأ لهم المسلمين علشان يوروا إن الإسلام ده مغري جدا للناس ولكن كمان كذبا ممكن يحصل إيه إنه هم يشوفوا شخصية زي مثلا أما يقولوا إنه محمد علي أسلم طيب محمد علي أسلم فعلا أعملت عليه سأد كده أفادكم في إيه هو اختار لنفسه الدين ده لنفس الإنسان مش للأمة الإسلامية يعني ما فيش ما انتصرتوش بحاجة ما أعزش الله الإسلام بأم محمد علي ليه عملوكوا إيه في النهاية هو إنسان إذا كان صالح فلنفسه وإذا كان طالح فلنفسه لم يفيد الإسلام في شيء لكن ليه لازم نروح للمشاهير فاختاروا واحدة من الممثلات برضو وفي كتير منهم بيقولوا بقى دلوقتي خاصة يعود يقولوا إيه فيديوهات تقول أنا تركت هاليوود والشهرة وكذا وبقيت مسلمة فاختاروا واحدة اسمها ألن بيرستين أو بيرستين I can't remember exactly فالفيديو ده مترجم لكن كل الكلام اللي في الفيديو وعنها مش حقيقي يعني في إيه حتة كده من هنا حقيقة عن مثلا تاريخ بدايتها التطور اللي حصل الله في سنه معين لكن الجزء ده بس يعني مليان أكاذيب وحاجة أي علاقة بحياة دي خلينا نشوف كنت شابة في الثلاثين حين اعتنقت الإسلام لم أخبر أحدا لكنهم كانوا يرونني دائما ممتسمة ولا أشرب الكحول فعلموا أنني أصبحت مسلمة هي حاصدة جوائز عديدة أهمها الأسكار سعت ألن لاكتشاف العالم وسافرت إلى الهند وتعرفت على الديانات الشرقية وتقلبت فيها جميعها لكنها قالت إنها لم تجد راحتها إلا في الإسلام ومبكرا اعتنقت المذهب الصوفي الذي يهتم بالقيم الروحية أكثر من المظاهر العامة فرأت بالإسلام جانبا حقق لها السلام الداخلي وهو ما كانت تبحث عنه كما قالت تؤدي إلى الصلوات كما تقول لكنها لم ترتدي الحجاب إلا مرات قليلة كما لم يمنعها اعتناقها للإسلام من أداء أدوارها التمثيلية أولا الكلام ده مش حقيقي المقاطع اللي انتو شايفين فيها إشارفات على شعرها دي مقاطع ظهرت فيها في أفلام وتقدر تلاقيها من الأفلام بتاعتها أو المسلسلات اللي كانت بتشترك فيها الكلام عن لسانها ده أنا اعتناقت الاستنون عندي 30 سنة وما كنتش بشرة بخمرة ده تأليف 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 يعني مش ما فيش حاجة بتقول كده ما فيش مقطع عليها نشوفه باللغة الإنجليزية تكون بتقول فيه كده كلام كله مش حقيقي بيقول إنها يعني اعتنقت الإسلام وخاصة المذهب الصوفي خليني أقرلكم حاجة موجودة على الويكيبيديا كلام هي قالته فعلا فأنا هو الكلام قدامكم بالإنجليزي للناس اللي بيعرفوا يقروا إنجليزي لكن أنا هقره لكم بالعربي هي كانت متربية في عائلة كاتوليكية لكن يعني حطت نفسها في بحث عن أديان كثيرة ومختلفة وأمور روحية مختلفة وكانت بتطلاقة فكريا وروحيا يعني تقريبا المعنى كده مع كثير من الأشكال المختلفة من التدين والروحانيات بتقول بتقول أنا دائما بصلي لروح فأحيانا تكون الروح دي إلهة وأحيانا تكون للمسيح وأحيانا تكون جنيشة وإذا احتكت للتخلص من عقبة في حياتي فأنا بصلي ل جون يون وده أعتقد إله معرفش يعني حاجة نوع من الإيمان حاجات يمكن شرقية أو حاجة زي كده يعني المهم إنها نوع من الفلسفات أو الناس المرتبطة بهذه الفلسفات وبتقول أنا دايما بشوف إن جون يون ده إله متعاطف جدا أو قيادة روحية بتخليها تبقى متعاطفة جدا فهو معاه في كل وقت بتقول أنا تعلمت في التلاتينات على يد شخصية اسمها فاليات عنايات خان غالبا ممكن تكون تركية وهي دي اللي علمتها الصوفية وإدت لها اسم كمان عربي فهي متلاقية ومتربطة مع ديانات مختلفة من أفكار مختلفة وفلسفات مختلفة ورحانيات مختلفة ليس لها أي علاقة بالإسلام وحتى الصوفية لا يعترف بها ك يعني صورة للإسلام الصحيح فأي كلام بقى يا عبدالسلام واحدة جابت سيرة الإسلام في حتة كده صغنونة فرحوا عملوها بقى مسلمة وإنه ده غير حياتها ومش عارف إيه شيء كوميدي جدا بصراحة شيء كوميدي جدا كوميدي زيه زيه بالظبط الفيديو اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي فاكرين هتلر ويقولك إنه هتلر قال اقتربت الساعة الخطاب بتاعه في الخطب بتاعته استخدم كلمات من القرآن واتكلم عن محمد وحاجات زي كده كي فمش أول مرة يتقال كده على هتلر وبعدين عندي سؤال هو ليه المسلمين عايزين يحطوا هتلر في الموضوع يعني هتلر شخصية كريهة جدا ويعني حتى في ناس ما بتقولش اسمه لإنه قد كده كان مجرم مجرم حرب مجرم بكل شكل من الأشكال لكن لإنه قدر اليهود ولإنه عمل أكبر مذبحة في التاريخ ضد اليهود you know إلا إن علشان كده ممكن بقى المسلمين يفتخروا بالتلاقي معه فشوف بقى الفيديو اللي جاي ده شوف التصور الشيعي لهتلر وقال هتلر وقال هتلر زعيم المسلحة الألمان يوم خوصرت إحدى طوائف وقلاعه من قبل الجيش الروسي وأرسلوا إلى هتلر في القيادة المركزية بأن الحصار قد وقع علينا فأمدنا بالمدد قالت تأسوا بالحسين وأهل بيتي وأصحابه وفعلا ثبتت فكلة الألمان فانتصرت باسم الحسين بن علي بن أبي طالب دبيك يا حسين شو بعد تخلي دبيك يا حسين دبيك يا حسين دبيك يا حسين ده هتلر بيقول دبيك يا حسين يعني هقولكو حاجة يعني بمنتهى الأمانة سمحوني الفيديو ده كوميدي تحس وقال هتلر فاكرين المصرحية وقال تدري قبل أن يلفز عنفاسه الأخيرة هو كده لكن يعني حتة أنه يتحط فيديو زي كده ومحطوط في هتلر بيتكلم بالشكل ده ده شيء يعني ممكن تشوف أنه هم الشيع فعلا بيصدقوا الكلام ده آه بيصدقوا الكلام هناك قطاع من الناس أعماهم الإسلام واللي من النوع ده لدرجة أنهما بيصدقوا لها بلدة عادي في فيديوهات كثيرة الآن الناس بيروحوا لمكان معين يقولولهم أنتوا عايزين تسمعوا صوت الحسين يسمعوهم صوت الحسين ويعودوا يعيطوا ينهنهل أنهم سمعوا صوت الحسين معرفش جابوه منين صوت الحسين بس دي حقيقة موجودة حط على اليوتيوب إمكانية سماع صوت الحسين فيديوهات قد كده بقى الستات ورجالة بعيطوا لأنهم سمعين في جهاز سماعات حديثة صوت الحسين متسجل إذا لغينا العقل يعني خلاص بقى مفيش مشكلة كل المنطق راح وكل ده لعزة الإسلام نوعية بقى أخرى من عدم البحث والتدليس الممرهج لعزة الإسلام لشخصية اسمها سير أنتني فلو سير أنتني فلو ده يعني كل ما تروح في أي مجتمع إسلامي يقولك سير أنتني فلو كان مش عارف إيه وقد كان ملحد وكان كبير الملحدين وبعدين اللي حصل له بقى مسلم آمن بالإسلام شوف شوف الناس اللي هتشوفوهم دلوقتي من الشيوخ المعروفين والأسادزة المعروفين اللي استخدموا قصة أنتني فلو من من منظورهم في الإعلان عن عظمة وعزة الإسلام اسمها سير أنتني فلو زي أنتني فلو أنتني فلو أنتني فلو أنتني فلو أنتوني فلو أستاذ علم الإلحاد يعني مش هو أول يتكلم في الإلحاد بس هو الخطة منهجية اللي تبقى ملحد بمنهج علمي أنتوني فلو مثلا رئيس الإلحاد في الغرب السير أنتوني فلو زعيم الملاحدة في القرن العشرين في بريطانيا يعني شفتوا كم واحد من الوجوه المعروفة فاضل سليمان وعدنان إبراهيم وطبعا عمر خالد وكل دول يعني ناس من الشرق والغرب في العالم العربي وكله بيحكي قصة أنتوني فلو هذه بقى قصة التليفون عارف كل واحد يديها للتاني يديها للتالت وهو بيستخدم الجزء اللي هو عايزه علشان خاطر يوري الناس قد إيه إنه الإسلام يعني هزم فرتك قلب هذا الملحد فبقى مسلم أنتوني فعلا كان شخصية ملحد ولا يؤمن بوجود إله ولكن فعلا حصل تطور في حياته واصبح يؤمن بوجود خالق كثير من الملحدين النهاردة لا يستطيعوا أنهم ينكروا أن هناك محرك لكل الأمور أن هناك خالق لكل الأمور أن هناك مسيطر على كل الأمور لأنه كل شيء لازم لي أصل فالكثير من الملحدين اليوم بيقولوا أنا أجنستيك أنا أعارف إن في إله لكن يعني بعد إنكار شديد بيقول أنا موافق إن في إله ففي الفيديو اللي جاي ده واحد بيسأله إنت إيه اللي غير رأيك إلحقتك تأهيد النظر أن هناك ذكاء معين يسيطر على العين. ما قوالتين تقولون أن الإنسان يمتلك؟ أيضاً، هذا الإنسان؟ لا أعتقد أن يكون مستقبل أن يستقبل أي شيء آخر. أولاً، لا يستقبل أن يستقبل أن يستقبل أنه هو كما هو الله الإسلام. يستقبل أن يستقبل أن يستقبل العالم. هو يعني بيقوله أنت إيه اللي خلقت تغير رأيه؟ فقال يعني فكرة الأحياء وأنه فيه تناسق في العالم، فيه تجانس، فيه توازن، ففيه حاجة لازم تزبط ده. فبيقوله يعني أنت شايف أن الله كله الوجود، كله القدرة، أنت شايفه إزاي؟ فبيقول يعني أنا شايف أنه هذا الكائن أو المسيطر على الكل، مش لازم يتحرك أو يتأثر بالمخلوقات، وده يعني ده مش حقيقي يعني لأنه الله بيتعاطف مع مخلوقاته، لكن على الأقل هو شايف أنه هذا الإله مش لازم يتهزي يعني مش هيأثر عليه المخلوقات، كأنه فيه فصل بينهم، وأنه ليس كما إله الإسلام لأن إله الإسلام بيصارع مع العالم وعايز يغلب العالم كله، فهنا عنده رفض لفكرة الإسلام، وبيقول أنه صورة الإله في الإسلام صورة لا طليق بالله، شوف الفيديو اللي بعدك كده. بيقول أنا مش شايف أنه هذا الإله لازم يكون صاخت على البشر اللي هو خلقهم، لأنه الإنسان إنسان، لكن إذا كان هم غطبان دائما كأنه بيقول إي طب أنا دلوقتي بقاه، مجدين فكرة الأساسية لهذا الكيان، كما هو الحال في الإسلام، لأنه هذا الإله في الإسلام يحظى باللزة من تعذيب الناس، فكما قلت من قبل أنا لا أملك أي احترام للإنسان كمنظومة فكري، لا يحترم الإسلام كنظام ولا كفكر، هقف هنا دقيقة قبل ما يعني أعلق على أنتوني فلو. كتير الأسبوع اللي فات وصلتني بعض الرسائل على اليوتيوب، بعض الناس بتقول اتنين تقريباً قالوا لي يعني يا ريت ما تعلقيش والفيديو بيشتغل أو ما تقررناش الترجمة إحنا نقدر نقرأه. أحب أقول للجميع أنا بحترم قرأكم جداً، لكن أحب أقول لكم إنه هناك الكثير من مشاهدي برنامج المرأة المسلمة اللي ما بيعرفوش يقرؤ ممكن، أو اللي ما عندهمش استطاع أن هما يقرؤ بسرعة، فأنا بترجم من أجل هؤلاء. حضرتك بتعرف تقرأ، حضرتك بتعرف تسمع إنجليزي، حضرتك عندك رأي مختلف، أنا بحترم قرأكم، لكن أنا أيضاً بعمل الترجمة دي خاصةً للي ما عندوش قدرة إنه يقرأ سريعاً، أو علشان يقدروا يتابعوا في الفكرة معنا، وأنا عادةً ما بقدمش فيديوهات إنجليزي كتير، علشان الموضوع ده، فلما بقدم حاجة إنجليزي، لازم أترجم، وخلي الناس تبقى كلها مشتركة، ومرة تانية شكراً على أراءكم جميعاً. قام الأخ اللي طلب مننا نشيل الخط الأسود اللي في وسط الفيديو، دي شاشات أخونا الكريم ما نقدرش نشيل الخط من وسط الفيديو، أوكي، فيعني التعليقات بتبقى ساعات لطيفة، بتدحكني، لكن أيضاً بحترم كل أراءكم، وبتساعدني إني أفكر في أساليب أكتر نوثري بها البرنامج. في نهاية الفكرة للمفكر أو الشخصية دي أنتني فلو، المسلمين يامت عمل عليه وعظات إنه هذا الرجل ترك الإلحاد، يعني كان هو من الناس الملحدين العظام جداً، وقال لك إنه ترك الإلحاد علشان خاطر الإسلام أقنعه، ولكن نجد فيديوهات متعددة بيقول فيها أنا لا أحترم الفكر الإسلامي، ويتكلم ضد الفكر الإسلامي، ويقول إنه لم يسلم، وإنه فكرة الإله في الإسلام لا يمكن أن تتطفق مع كائن يكون متوازن، لأنه الخلف هذا الكون يجب أن يكون كائن متوازن لا يتأثر بأخطاء البشر، في الكتاب المقدس ربنا بيعلمنا إنه هو ما بيتأثرش أخطاءنا لا تغيره، ولكن محبته تغيرنا، لأنه عايز إن إحنا نتحد به ونبقى معاه، لأنه خلقنا لهدف، هو إله مكترث، مش غير مكترث، ودي الحاجة اللي بيفتقدها الملحدين، إن الله عنده اعتناء خاص بيك، وبيا، وبشخص، وبكل شخص هو خلقه، علشان كده يعني هو يكترث، هو يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يرجعون، مش علشان ده يوضيف لي كرامة، ولكن ده يوضيف لنا حياة عندما نعرفه، عندما نتغير إلى تلك الصورة عينها، فعلشان أختم الموضوع ده الحياة عندي فيديوهات أخرى، يمكن أعمل حلقة خاصة عن السيدات في الغرب اللي بيعتنقوا الإسلام، وإيه أسباب اعتنقهم الإسلام؟ إحنا النهاردة تكلمنا عن صورة معينة عن علماء، المفروض إنهم اعتنقوا الإسلام علشان خاطر وجدوا يعني صبق علمي معجزة، مش عارف إيه، وبعدين في الآخر اكتشفنا إنه على الأقل الاثنين ثلاثة اللي اتكلمنا عنهم النهاردة، دول لم يؤمنوا ولم يكترثوا ولم يجدوا ولم أي حاجة، بس حد أخد صورة وبنى عليها قصة، ولمسلمين خدوا القصة وطاروا كأنه شخص ممكن يثري دين، ودي مشكلة، لأنه إن لم يجد المسلم أن دينه يقف أو يعينه بدون تعديد أشخاص، لأنه ده عالم وده سياسي وده أمير وده غفير ومش عارف إيه، ففي مشكلة في الدين نفسه، وفي مشكلة في اقتناعك بدينك، لأنه لما تيجي تقولي أنه أنتني فلوب بقى مسلم، ولو كان حقاً بقى مسلم، ده لا يغير في الأمر شيء بالنسبالي، لأنه مثلاً واحد زي كيث مور، أما بيقول أنه نحن نعلم أننا نعبد، كلنا نعبد نفس الإله، لا إحنا لا نعبد نفس الإله، لأن الكثير من مسيحيين الغرب لم يبحثوا في الفكرة الإسلامية، ولا يعرفوا معنى أو الفرق اللي بين إله الإسلام في القرآن، وفي الوصف الإسلامي لشخصه، وشخص الله في الكتاب المقدس، ما فيش تقابل بين الاثنين خالص، بالعكس القرآن يصف شخصية الشيطان، والكتاب المقدس يعطينا وصف للشيطان، فبنعرف ده شبه ده جي منين، ويعطينا وصف لشخص الله وقداسة الله، وتصرفاته وتعاملاته مع البشر بصورة دقيقة جداً، فكثير من الناس في الغرب ما عندهمش فكرة عن لا تعمق كافي في دينهم لو كانوا بيتباعوا دين، أو إنهم يكونوا لا دينيين، ومن عيلة مثلا، راح تقول لك أنا من عيلة بابتست، لكن هي عمرها ما دخلت الكنيسة مثلا، ولا تعي شيء عن الكتاب المقدس، فده لا يجعلها مسيحية، ولا يجعلها فهمة لشخص الله في المسيحية، اعتنقت بقى الإسلام، اعتنقت البوزية، اعتنقت اللي عايزت، اعتنقوا دي حاجة تانية، فالنهار ده اكتشفنا إنه استخدام الكذب والتدليس علشان نقول أن هناك عالم يعضد ويعزز الإسلام، في النهاية يرينا إنه الفكرة الإسلامية ضعيفة، ومحتاج لأن حد يعضدها شخص بشر، خليني أروح للعابرين، أنا هعدي الفيديو ده، ونروح رسالة العابرين النهار ده، رسالة العابرين النهار ده أنا عايزة أركز على بداية هامة جدا، إنه لما العابر والعابرة بيجوا يحكوا القصة بتاعتهم، أو اللي إحنا بنقول عليه اختبار، دايماً السؤال إيه اللي لمس قلبك علشان يغيرك بالشكل ده عن المسيح؟ القصة دائماً عن شخص المسيح، ودائماً ما تجد إنه التلاقي مع المسيح في الكتاب المقدس، أو إذا كان برؤية، أو إذا كان بصورة شخصية، تجد إنه في حاجات غيرت اتجاه فكري، مثلاً أنا عن نفسي كانت البداية في الكتاب المقدس، صحيح أنا شفت تغيير في حياة أمي، لكن التغيير الحقيقي في قلبي أنا شخصياً كان في الكتاب المقدس ومن الكتاب المقدس، فأنا بقول للعابرين النهار ده عندما تتكلم عن اختبارك، اوجد النقطة اللي ربنا تلاقى معاك فيها، اللي شفت فيها شخص المسيح، وعندما تتحكي اختبارك، يجب أن يكون كله عن شخص الله، مش عن نفسك، يجب أن يكون عن التغيير اللي عمله الله فيك لتكون أكثر شبهاً بيه، عايز أقول إنه أيضاً للعابرين عشان نبقى فاهمين، إنه إحنا مش لازم لما بتقبل المسيح، بيروح من ذهنك أنت ابن مين، مركزك إيه، عيلتك إيه، مكانتك الاجتماعية إيه، وظيفتك إيه، لو كنت ابن سفير ولا ابن غفير، الله في الكتاب المقدس بيقول كده إنه اختار المتوضعين والبسطاء، وإنه لما بيتكلم معانا يقول كون وديع، ودعاء زي ما أنا وديع، الله اختار أدنياء العالم وبسطاء القلب، وجعل الأولون آخرون والآخرون أولون، المسيح جاء ليخدم مش ليخدم، فكون شبه إلهك، لما يكون المسيح مركز حياتك، هتعيش زيه، تعيش تخدم ولا تخدم، المسيح غسل أقدام الرسل عشان يعلمنا إننا أيضا نكون خادمين لبعضنا البعض بنفس الصورة، محبين لبعضنا البعض بنفس الصورة، الكل يرتكز على شخص هذا الإله المحب، الله عايز يغيرك اليوم لشبهه، لشكله، فلا علمك ولا مركزك ولا علتك هم اللي هيخلوك شيء النهاردة، ولكن بحياتك مع المسيح، ومحبة الله اللي غيرتك وأعطتك حياة لأننا كنا أموات في الخطايا، وبقينا أحياء في يسوع المسيح، النهاردة بقولك لا تنظر للوراء، مفيش حاجة ترفعك إلا اسم يسوع المسيح، وحده فقط، إلى اللقاء في حلقات قادمة.